من بين القضية التي ترت فيها القضية ديال الدائرة اللي ترشحت فيها من اللي عبرت على الموقف الرافض اللي مقاعد المزور وكانت الدائرة ديال المشوار اللي ترشح فيها البطل العالمي الأعاب القيوة ساعد عويطة كانت ترشح باسم الاتحاد الشركي دهو؟ اسم الاتحاد الشركي في إطار واحد الانفتاح اللي يعني اختاروا عبد الرحمن يوسفي وينفتح لواحد مجموعة ديال فعالية ديال المجتمع مش يبدو تكون عندها ممارسة سياسية سابقة ولكن فعاليات اللي عندها واحد الوزن رمزي معناوي وتقافي إلى خير فمن بلاد الناس كان ساعدة عويطة وكانت معطية الدين أنه تتعرض للتزوير ضده كان هو مرصح في مواجهة وزير سابق وزير العدل العدل السابق التحاد الدستوري التحاد الدستوري أمله شاهدين العزاء أهلا بكم سعداء بتواصلنا معكم وسعداء بتواصل حوارنا مع الأسد محمد حافظ أسد لسانيات بجامعة الحسن الثاني بالدار البضاء والمناضي السياسي الأسد حافظ يجر ورأه طبعا مسار سياسي حافل تدرج في الشبيبة الاتحادية كان كاتب هالعام في مرحلة لاحقة مارس العمل الصحفي من خلال جريدة النشرة ثم فيما بعد كرئيس تحرير للصحيفة ثم فيما بعد للحياة الجديدة صدر مؤخرا للأستاذ محمد حافظ كتاب الاشتراك مع الدكتور أحمد بوز اليوسفي كما عشناه أوراق من زمن السياسة في حلقات سابقة مع الأستاذ محمد حافظ تناولنا قصة المقعد البرلماني اللي أعلن فوزه فيه ورفضه كما تناولنا مع بعض جوانب التجربة السياسية في هذه الحلقة سنواصل حوارنا مع الأستاذ محمد حافظ إذن الأستاذ حافظ في الحلقات السابقة تكلمنا طبعا على إصدارك الكتاب الجديد بعنوان اليوسفي كما عشناه أوراق من زمن سياسة بالاشتراك مع صديقك الدكتور أحمد بوز وتكلمنا بالخصوص على المقعد البرلماني اللي رفضتي إيتر انتخابات 1997 هذه الرسالة الشهيرة أرفض أن أكون برلماني مزور نستكمل الحديث بهذا الخصوص هذا بعد إعلانك طبعا على هذا الموقف ونشهره في جريدة الحزب الاتحاد الاشتراكي بعد أيام استدعتك لجنة التقصي اللي شكلتها اللجنة الوطنية اللي شرف عن انتخابات أشنو قلت لك هذه اللجنة التقصي هذه الحادث في حقيقة فيه طرائف أولا مباشرة من بعد ما تنشر هذا الخبر في الجريدة دي الحزب في العدد دي الاثنين نعقدة الاجتماع دي اللجنة الوطنية تتبع انتخابات اللي فيها مبتلين دي الأحزاب السياسية ومبتلين دي الوزارات الداخلية وهذاك الاجتماع ترتفيه جوج دي من بين القضايا ترتفيه القضايا دي الدائرة اللي ترشحت فيها من اللي عبرت على الموقف الرافض اللي مقاعد المزور وكانت الدائرة دي المشور اللي ترشح فيها البطل العالمي العاب القيوة ساعد عويطة كان ترشح باسم الاتحاد الشركي في إطار واحد الانفتاح اللي يعني اختاروا عبد الرحمن يومس فيه وينفتح لواحد مجموعة هذه الفعالية دي المجتمع ما شي بدره تكون عندها ممارسة سياسية سابقة ولكن فعاليات اللي عندها واحد الوزن رمزي معناوي وتقافي إلى خيه فمن بلاد الناس كان ساعد عويطة وكانت معطية ديل انه انه تتعرض لتزوير ضده كان هو مرشح في مواجهة وزير سابق وزير العدل العدل السابق التحاد الدستوري التحاد الدستوري أمله نعم اللي كان هو اللي كان معا دريس بصريف العملية الشهيرة ديلة تطير 1916 تماما فتناقش جوجل القضية التاقش شكلات الجنة دي التقصي الجنة الوطنية تتبهوا انتخابات شكلات الجنة الجنة التي تقصي الجنة تقصى في الدائرة ديل سعيد عويطة باعتباره مزور ضده والجنة تتقصى في الدائرة دي اللي اللي علنت بأن المقعد المزور أرفضه فكان الاجتماع مباشرة يوم 19 نوفمبر كانت تذكر لأنهم بعد كان الاجتماع دي اللي الجنة الوطنية وتشكلات الجنة التقصية ومباشرة كان الاجتماع في محكمة استناف وستدعيته لهذا الاجتماع ومازلت أتذكر كان الاجتماع العقد برئاسة قاضي مسؤول في مجلس أعلى وهو كانت تذكر سيحمد بن يوسف وبعضوية مبتير وزارة الداخلية كان هو محمد حجاج كان الكاتب العام للوزارة الداخلية وممتلين للأحزاب السياسية بما فيهم الحزب للتحسريكي اللي كان يمتلو أنا كأستاذ على القدر بينه كانت تذكر أنه بمجرد مغين طالق الاجتماع تدخل رئيس اللجنة وطلب مني نعطي تفاصيل المهط ومعطيات أول حاجة بعد أنتو لم تتعرفوني استدعيتوني تتعرفوني ولكن أنا بحاجة نعرف الناس اللي حاضرين هنا والجهة اللي كان يمتلو كل واحد فاستجاب على الفور اعتبر بأن ملاحظة واجهة وقدم لجميع أعضاء اللجنة أنا كان نعرف هم كل ولكن من ناحية يعني بش يكون العمال فيه المواصفات فخبرت بالمعطيات اللي وقعت وكانت سؤال وكيف عرف بأن المقاعد تزورة لفائدتك كيف عرف من خلال المحاضر اللي كان توفر عليها أنا عندي المحاضر أنا كان عندي النواب دي لي في جميع مكاتب التصويت وحصلت على 82 محضر يعني 82 مكسب فرعي وقدرت العمليا حسابية فطلب هم قال ممكن تعطينا هذو المحاضر تقول ريهم لينا مش نطالع عليهم وقدرنا المحاضر ما عندي ولكن يفترض أنهم عندهم المحاضر بالنسبة إليهم يتحد هما عندهم محاضر رسميا اللي كتقول بأنني أنا الفائز فهما المحاضر اللي عندهم يفترض أنها ندائر من ها ممكن يطالع عليها لأنه كتبقى المحاضر دي الجهات رسمية سواء مشرفة الانتخابات أو مصالح الوزارة الداخلية فطلب مني قال ممكن انتظرك إذا كانوا عندك حنا انتظرك هنا في المقرى الاجتماع اللي كان هو في محكمة السنان في الدار بيضا تجيبهم لنا وقدروا لديهم لم يقضل الوقت قال انتظرك أي وقت إذا كانوا عندك في الرباط نسأل لنا وقدروا رباط وتجيبهم مستعجلين مستعجلين لأنه شوف السرعة بعد ذلك لأنه خس هذا الميل في هذا غير يتطوب على الأقل من ناحية السياسية لأن هذه الجنة تقصي مون باطيقة على جنة تتبع انتخابات وراء بقى جهة وخلا ولكن على الأقل خس هذا الأمر هذا ما يطول بالزاف بدليل أنه مباشرا بعد ما خرج الموقف ديرين عقدة الجنة تتبع انتخابات شكلت لجنتين تقصي مباشرا بعد 24 ساعات عادت الاجتماع الذي كان نظن هو في 19 نوفمبر 1997 إذا قالوا لك إذا كانوا في الرباط أو هذا نتضرك نأخذ سيارة نجيبهم 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 اجتماع اخر نجيب لكم النساء ففعلا تم انتفاق على استكمال الاجتماع في اليوم الموالي مباشرة يوم 20 نوفمبر في الرباط في المقر المزيد الاشتشاري للحقوق الإنسان مشكلة بالنسبة إلي كان هو المحاضر لأن الوسيلة الوحيدة التي تبت بها بأن المقعد المزور في أدتي والمحاضر التي لدي و المحاضر لا يمكن أن نسلم هم هكذا كنت تخاف أن هم سنين سنين على الأقل تبقى عندين وساخ ديالي حتى إذا احتفظوا لأن هم الوسيلة الوحيدة التي أتبت بأن المقعد مزور فأنا هذك المحاضر كنت حاملهم في المحفظة الدين لا يمكن فرقوا معي وفي هذا الاجتماع الذي نعقد كانت معي المحفظة الدين وكانوا فيها المحاضر فكان خسني ضروري ندير نساخ من هذوك المحاضر ومثلاثة وتمانين محضر وكل محضر في صفحات كثيرة وهذا طلب مجهود سريع فربما هذه معلومة أول مرة سنقولها بعد مرور هذا الوقت وهنا أستحضر العمل الكبير الذي قام بها الأستاذ عبد الحافظ أبو طالب كان رئيس الجماعة الرياض وكان خسني قبل من مناضي التحادي مناضي التحادي كان قيادي في الاتحاد الشراكي كان كاتب عام دي النقابة الوطنية للتعليم العالي كان من الأطر المهمة داخل الحزب وشارك واحد العدد من أعمال داخل الحزب وكان عندي معا واحد حوار مطول في جريدة نصرة لتنصر أعداد على الوضع للتعليم العالي والجامعة المغربية والبحث العلمي الوطنية الوطنية فالفكرة التي جاءتني هو أن أخذتني على الأقل نسخ هذه المحاضر ونصدق عليهم لأنه لغاليزازيو فأطلبت منه لأنه عنده هذا صراحي أطلبت منه فعلا استقبلني في صباح باكر في المقرة دي الجامعة وقبل ما نمشي للاجتماع اللي كان في رباط الاجتماع الثاني صدقنا على ذلك الوطنية كلهم وخليت نصر مصدقة عندي عاد مشيت مصدقة عاد مشيت للاجتماع إذن أعطيتي اهتا هو واحد العمل كبير 83 محضر كلها سيوك طعيا تماما كانت مهمة يعني جسيمة في الحقيقة ولكن كان ضروري لأنه الوقائع كلها عمليا حتى يجيها وموقعنا ننتقو فيها لأنه بعد ما كان الملك الرحيل الحسن تلتزم شخصيا وبشكل عالاني بأنه هو كيدمن بأن الانتخابات ستكون نازيهات في قبيل الانتخابات ال97 في إطار التهيئ لما كان يجري التهيئ ومع ذلك يجري يعني يحدث ما حدث من زوير دي المقاعد ف إذن ارتحقتي بالمجلس الاستشاري وقدمتي للجناء بالفعل أنا قسمت هذلك المحاضر كل ميل فات كل ميل فدرت فيها عشرات ديال النسخ وفي البداية ديال الاجتماع طلبت منهم أنهم يلتزموا بأن هؤلاء يتطالوا عليهم على المحاضر وردهم لي وفي بداية الاجتماع رئيس اللجناء خبرني بأن هما عندهم صلاحية باش يتبتوا بأن نرى المحاضر التي عندي هالمعطيات اللي فيها فهنمش العمالية لالتصديق هما عندهم الصلاحية للي صدقو للواتيق اللي قد نقدم لهم وفعلا كنت كان أعطيهم بالعشرة بعشرة يطالوا عليها جميع أعداء واحدا واحدا كانت سلم عشرة النوس من المحاضر الرئيس اللجناء ويوزع محضران محضران جميع أعضاء يطالعون عليها يردون يدو يدو العشرة وكان نعطيهم عشرة آخرين حتى تكمل العملية و التقرير اللي انتهى وليه يؤكد ما قلت التقريش هو أن المحاضر اللي عندي فيها معطيات وقائع مخالفة المحاضر الرسمية التي تقدمت يعني المحاضر اللي عندي تعتبر نادائر لأنه المحاضر اللي كتسلم المرشحين النواب دي ويانا دائر فأتبتوا بالفعل بأن المحاضر الرسمية التي تعلن فوزي تتضمن معطيات ووقائع بالأرقام وبالنسب مخالفة لتلك التي تسلم نوابي وتم إعلان هذا القرار تم الإعلان والنشر ريالو وسائل الإعلام بين نجل الاتحاد الشراكي وملاحظة أشرنا إلي في الكتاب قلنا إن هذه اللجنة التي أنشأتها اللجنة الوطنية تتبو الانتخابات قامت بعملها في ضرف نوجيز وأخبرت عمليا ذات الكونسطة يعني ذات تشخيص لما حصل وأعلامت الرأي العام بينما اللجنة التي شكلها عبد الرحمن يوسفي البرلمانيين المزور البرلمانيات المزور لفائدتهم إلى يومنا هذا لم يصدر أي تقرير عنها اجتمع الاجتماع اللول الاجتماع التاني الاستماع المعنيين إلى آخره ولكن إلى حدود الساعة لم يصدر أي تقرير ف عمليا الفكرة التي ظلت سائدة لأنه حينما تريد أن تقبر مسألة ما ستشكل لجنة لتقبرها لربما سنعود له هذه القضية لعبد الرحمن اليوسفي وموقفكم وانتقاداتكم الشديدة له طبعا انتشر أن عبد الرحمن اليوسفي كان داخل في ترتيبات سياسية مع الراحل حسن الثاني ولربما كان يغلي بالمقاربة السياسية بدءا من نعم السياسية والترتيبات طبعا هذا موضوع اختلاف التقديرات يمكن رجع له إذن نوصل حوارنا طبعا الكتاب الذي صدرتهم اليوسفي كما عمشناه أوراق من زمن سياسة أحد محاوره هو الحديث عن الأموي نعم أنتم تقولوا أن هذا الاعتقال يرجع لتصريحات المتعددة والذي ربما الأموي كان يرفع في هذا ثقف كيف ترجع لهذه اللحظة هذه نعم هو كما عنونا تلك الورقة هو ملف شائك و بالنسبة ليس فقط بالنسبة لعبد رحمة ينس في لأنه بمجرد ما يتحمل المسؤولية بعد وفاة راحل عبد راحل بو عبد واجه هذه المشكلة هذه الاعتقال الأموي والأموي ليس فقط قائد نقابي إحدى أكبر النقابات المركزية النقابية أنا ذاك اللي هي الكون في دمارية الشغل هو عند هذه الصفة النقابية لربما تقدير في المسار للعمل النقابي ما كان شخصية على رأس مركزية نقابية بالمواصفات اللي كان عليها الأموي وفي نفس الوقت الوجه الآخر السياسي لأنه كان فاعل في الاتحاد الشركي وكان عضو المكتب السياسي بل في لحظة من اللحظات أصبح يجري الحديث عن تيار تابع لنوبير الأموي داخل صفوف الاتحاد الشركي وما كان ينعته بالتيار النقابي وكان عنده واحد دور كبير ومهم جدا في مواقع في المؤتمر الخامس سنة 1989 الذي عقد بالريباط بالمركب رياضي مري عبد الله بالريباط واللي كاد المؤتمر ينفجر بعد الغضبة هنا الأموي بدأ يظهر سياسيا يعني كشخصية عندها موقع قوي داخل حزب الاتحاد الشركي وليس فقط كقائد نقابي لخدم مجموعة من المعارك نعرف بمجرد ما تأسات لكم في درجة ديمقراطي الشغف في 1978 تجاوزت من الإضرابات التي كانت عندها تداعيات تجاوزت ما هو نقابي إلى ما هو سياسي حدث عشرين جواء 1981 وتدعيات الخطيرة وتصرف يعني العنيف الذي قامت به الأجهزة دي الدولة والعدد كبير دي القتلى الذين سقطوا بالرصاص الحي في الضربدة ولماذا اكتشفت الجوتة دي مثل السنوات الأخيرة معها إنصاف المصالحة الجوتة التي تم إخراجوها من المقر دي الوقاية المدنية في الضربدة بمعنى هاد هاد الشخصية يعني لعبت واحد دور كبير من موقع النقابي موقع النقابي وصبح داخل الحزب عنده كلمته هو كان في الحزب قبل ما يكون على رأس النقابة ولكن نجح بشي خلي ذك الربط ما بين ما هو نقابي وما هو سياسي بشي بحل تجارب أخرى اللي يعني كان ولذلك في الحوارات ديالو اللي احنا نعتبره بأنه الأسباب للاعتقال ديالو مش فقط هذا الحوار اللي جرى مع إحدى الصحف البيس الإسبانية واللي نعتفيه الحكومة بأن جماعة من اللصص الكلمة الشهيرة المنغانتيس اللي تمغربت وغيروا بعض أصحاب الأماويكي تكلموا على المناقطية المناقطية إذن هناك شيء غير هذا الحوار غير هذا الحوار لأنه اللي عنده مقيف سياسي وكان نذكره بالحوار الشهير اللي دار مع جريدة حريات المواطن هذه اللي كان صدرها عبدالله زعزاع عبدالله زعزاع المرحوم عبدالله زعزاع مع زميل عبدالرحيم تفنوت ودار حوار مطول وكان فيه جوهر الحوار هو مسألة السلطة في المغريب وسؤال من يحكم وكان العدد خرج بوحد الصورة مكبرة ديال النوبر الأموي وسؤال من يحكم وكان هذا من الأشياء اللي يعني يعني إضافة التصريحات ديالله أصبح مزعج من ناحية السياسية من ناحية السياسية مزعج وكان بإمكانه أي ترتيبات ممكن بحركة نقابية يفشلها أو يوقفها أو إلى آخره فلذلك ولا رقم مهم ليس فقط داخل الحزب التحقي الشركي ولكن تفل المشهد السياسي في المغريب وهنا قبل قليل ذكر تيب ذكرنا أحداث ديال 20 يونيو 81 وقبل منها 79 ديال التعليم التعليم والصحة والصحة وكان ذكروا كذلك الأحداث ديال الإضراب 1990 اللي كان بتنسيق مع الاتحاد العام للشغال المغريب واللي كان هو كذلك أحداث ديال الفاس اللي كانوا فيها ضحايا وكانوا فيها معتقلين إلى آخرين فإذا مباشرة في 92 يعني يتحمل عبد الرحمن يوسفي المسؤولية على الاتحاد الشركي بوجود شخصية لها وزن داخل الحزب عندها نقابة قوية منخارطة الأسد محمد حافظ استنفذنا الوقت طبعا المخصص لهذه الحلقة في حلقة قادمة نوصل الحديث على نوبير الأموي الملف الشائك كما اسمته طبعا في كتابكم ليوسفي كما عيشنا ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا